موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح اليوم عنا حلقة مميزة خاصة رح نلقي الضوء على موضوع في غاية الأهمية هو موضوع التجسد والموت يعني مرتبط أحدهما بالآخر وأنا بصلي أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك وكثير من مشاهدين يمكن عندك أحيانا سوء فهم عن فكرة التجسد ولماذا التجسد وإذا كان المسيح تجسد لماذا الموت يعني ألا يمكن أن يكون المسيح سوبرمان يعني يعمل معجزات ويتكلم بكلام وأمور خارقة بدون ما يواجه ألم الموت فأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة الخاصة لأنه رح تجاوب على أسئلة كثيرة اللي بتدور في ذهنك بشجعك أنك تشاهد وتشجع آخرين على المشاهدة أعزائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي مرة أخرى برحب فيكم في هذه الحلقة برنامج ليكن نور تشاهدونا على قناة الحياة المسحية القناة الفضائية وحديثنا اليوم موضوع في غاية الأهمية التجسد والموت يصرني أن أستضيف إلى هذا البرنامج هو صديق عزيز قديم حاولنا نرتب الموضوع أن يكون معنا كذا مرة في الحلقات البث المباشر ولكن نشكر الله أنه الرب فتح الباب والمجال أن يكون معنا أحب أقدم لكم دكتور فايز فؤاد دكتور فايز هو من مصر خادم للإنجيل متجول في بيخدم في دول عديدة من العالم مؤلف عدة كتب وهو أيضا طبيب ولكن متفرغ للخدمة أهلا وسهلا دكتور فايز أهلا بيك يا خنزار شرف كبير لنا شرف لي أنا كمان لما تسمع الموضوع التجسد والموت أول فكرة إيش بدور في ذهنك الموت ملك الأهوال مرعب مخيف وأنا لأن اشتغلت طبيب فطرة طويلة وشفت ناس كتيرة بتموت في المستشفيات وفي البيوت وكده فأعرف يعني الموت ورعب الموت لأن شفت مناظر ناس بتموت خطا ما يعرفوش الرب يسوع المسيح واسمعت كلمات الرعب والخوف واسمعت ناس بتقول حشوهم عني طفوا نوروا النور والنور منور الريحة وحشة ومفيش ريحة وحشة طفوا المرتبة والمرتبة مش ولعة وشفت واحدة وهي بتموت وكانت بتتطول عن رب يسوع المسيح شفتها وهي بتصرخ وتقول ياشتان اسئين ياشتان متصورة أن وهي عم تلفز انفاسة أخيرة وهبوا جهنم جاي عليها وإبليس الذي له سلطان الموت جاي يوقع حكم الموت عليها وهي خايفة ومتصورة أن في جهنم في حد حيبل ريء حد لا فالموت مرعب ملك الأهوال الكتاب بيقول كده لا وكمان طبعا احنا حديثنا رح يكون من كلمة الله من الكتاب المقدس ولكن انت بتتكلم كمان كخبير كطبيب بتمر هاي الحالات العديدة أمامك يعني حديثة معك قبل الحلقة في ناس اللي الغير مؤمنة كنت تحس أو تشعر تشوف الرعب على وجوهها ومن ناحية تانية المؤمن كيف شكله أنا حابة أعرف يعني أكاد أجزم أن جلد الوهجي هلمع الابتسامة بتترسم ملامح حتى المرضى ملامح المرض بتروح يعني كنت بحكي لحضرتك قبل الحلقة عن واحد مات وكان بيعمل غسيل كالوي لسنوات طويلة فبقى وشه الدكاتر يعرفوا أنه إيرسي لك يعني وشه بقى لونه طراب وفيه بطش سود على وشه وشكله بقى وحش لما رحنا نستلمه من التلاجة بتاعت المستشفى فبنشد سنديق فيها موتة مش عارفين أني صندوق هو فيه بتطلع لنا ناس الهلع والفزع والرعب على وشهم لدرجة اللي كان واقف بيخاف لغاية ما شدينا الصندوق اللي فيه الأخ المؤمن الطقي استغربنا وشه ما بقاش توكسك ما بقاش إيرسي لك وشه منور البطش السودة راحت لأنه قابل المسيح جاء المسيح بنفسه عشان يتولى إنامته الراخدون بيسوع جلم أيضا إذا صرته في وادي ظل الموت لا أخافه شرنا لأنك أنت معايا المسيح بنفسه ساعة الموت بيتولى إنامت المؤمن يقول له هات إيدك يا حبيبي هعدي بيك أنت خاف من السكة دي احنا مش عايزين نموت أنا مش عايزة موت لكن إذا الرب استلزم الأمر استلزم أنه حمود ساعة الموت حلاقي المسيح لما الأمة بتنين طفلها الراخدون بيسوع هي نفس المعنى تعالى المسيح فالموت اختبار جميل بالنسبة الكتاب بيؤكد كده مش بس الاختبارات يعني أنا كنت عاوز أسألك كمان عن الموت ولا سيما رح نتكلم من عبرانيين صاحة اتنين ليستخدم التعبيرات الموت ولكن في مواضع عديدة الكتاب بعبر عن الموت مش الهلع والخوف والمعاناة والمأساة اللي منشوفها ولكن بيتكلم باستلاحات بيسميها رقاد بيسميها نوم بيسميها خلع مسكن يعني مسكن مؤقت ولكن مش فكرة الموت خروج لما بطس جول وقتها خروجي خروج ونفس الكلمة اللي استخدمت عن خروج بني إسرائيل من مصر خرجوا من المزال والطينة والعبودية والموت بالنسبة للمؤمن خروج أو انطلاق دي بارتشر بحار أو رقاد أو راحة لأن الموت بالنسبة للمؤمن خلاص ما بقاش مخيف عشان تكويت مصبور تلاتة عشر أيضا إذا صرته في وادي مش الموت ظل الموت ظل الموت الموت ما بقاش موجود فبالنسبة للمسيح أبادة يعني أنا رأي لنا الحياة والخلوط بواسطة الإنجيل وموراء القبر مش مجهول وموراء القبر أكون مع المسيح ذكي أفضل جدا لأنه في عنا خلاص وفي عنا حياة أبدية وفي عنا ضمان ضمان للحياة الأبدية طبعا كنت بتكلم أنا وياك وإحنا منحضر للحلقة ربطت التجسد والموت وبتالي هنتكلم من عبرانيين اتنين إذا ممكن تعطينا هيك زي الفكرة العامة عشان نفوت في الموضوع يعني رسالة العبرانيين بالصفة عامة بتتكلم عن المسيح الأعظم أعظم من كل حاجة المتفوق المتفوق أعظم من الملائكة باعتبار لهوته أصحح واحد أعظم من الملائكة باعتبار نسوته أصحح اثنين أعظم من كل الأنبياء أصحح ثلاثة أعظم من كل الأباء أصحح اربعة أعظم من كل الكهنة أصحح خمسة والتمانية أعظم من الهيكل بمجتملاته ففي أصحح اثنين بتكلم عن تجسد المسيح المسيح أعظم من الملائكة باعتباره إنسان باعتباره إنسان لكن ليه جاء إنسانا فالأصحح ده أكتر أصحح في الكتاب المقدس بيتكلم عن الموت بحص اللفظ خمس مرات الموت وأكتر أصحح بيتكلم عن تجسد المسيح وغرض تجسد المسيح ثلاث مرات نقرأ لكي وتلاث تعبيرات عن تجسد المسيح وكل مرة لكي فنقدر نقول نربط بقى الموت برعبه والتجسد حل مشكلة الموت مجيء المسيح حل مشكلة الموت عفوا فخلينا نفوت فإذا في الموضوع لأنا كنت ذكرت خمس مرات مذكورة كلمة الموت وكله يعني للأحبة اللي بحب يقرأ من كلمة الله موجودة في الرسالة للعبرانيين عبرانيين إصحاح اتنين ويمكن تتبع معنا يعني حتى نشوف هذا المضوع تفضل يعني خمس مرات الموت فنقرف عدد تسعا ألم الموت ولكن الذي وضع قليلا على المسيح بتجسده وضع قليلا قليلا إلى حين أو يمكن في رضبة أقل من الملائكة جاء إنسانا لكي يكتسب إمكانية للموت ليه؟ لكي يزوق بنعمة الله من أجل ألم الموت يعني جاء المسيح في الرضبة أقل من الملائكة لوقت معين من أجل ألم الموت جاي مخصوص يموت الناس فاكرة أن المسيح مسكوه اليهود يحرام وأكبروه وهو ما عرفش يخلص نفسه ما فيش الكلام ده المسيح جاي يموت جاء الناس بتموت لأنها ولدت أما المسيح فقد ولد لكي يموت جاي يموت يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبهم من خطير فهو هيزوق ألم الموت الموت ليه طعم مر المسيح حيدوق ألم وبعدين طعم الموت بيقول من أجل ألم الموت ليه ألم الموت ليه ألم وليه طعم مر لكي يزوق بنعمة الله الموت وبرضه أنا لما حموت حدش حيضر أقول الأخ فايز مات بنعمة الله لا مش حموت بنعمة الله حموت لأن ده شيء طبيعي نما المسيح لما يموت ده دي نعمة إزاي المسيح يموت رئيس الحياة يموت إزاي دي الموت أجرت خطية والمسيح عمل إيه عشان يموت فهو لما مات دي نعمة فده يعني ده طعم الموت داء المسيح بنعمة الله طيب سلطان الموت الإبليس له سلطان الموت يعني سلطان في آية 14 المسيح تجسد فإس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما ليه؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس إبليس له سلطان توقيح حكم الموت على الخاطئ ساعة من الخاطئ حيموت اللي هيوقع حكم الموت عليه إبليس اللي بيحدد معاد الموت وكده الرب القاضي حكم بإعدام الجاني بس القاضي ما بيروحش السجن يوقع حكم الإعدام على الجاني فيه واحد عندنا في مصر اسم معشماوي بيشنق أو يوقع حكم الإعدام إنما اللي حكم بالإعدام القاضي الكبير المستشار فاللي بيحكم بالموت الكبير اللي ليه الكلمة الأولى والأخيرة إنما اللي بيوقع حكم الموت على الخاطئ إبليس الشيطان فهنا ليه سلطان وليه سلطان الشكاية دول خطاة يموتوا يقولوا أوكي الرب وبعدين الخوف من الموت يعني اللي كان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعطقنا نحن الذين كنا كل حياتنا خوفا من الموت عبيدنا الموت مرعب الناس خفا من الموت الخوف الموت فيبقى عندنا ألم الموت وطعم الموت والخوف من الموت وسلطان الموت مس المسيح بقى في سلطانه وساطة الموت يقدر المسيح بالموت يبيد يضع حجر الأساس لإبادة ذاك الذي له سلطان الموت بالموت اللي في أيدينا يسأل ليه الشيطان يلسى السلطان ايوا قصة الجميلة في خروق صمويل الأول سبعتاشر. الشعب مزل أربعين يوم. وجلياط كسب نفسهم وزللهم وبيتجدف عليهم وعلى إلههم. وبيقولوا طلعوا لي راجل. مفكومش راجل. صراحة مفيش راجل. لغاية ما جالهم داود بن يس. كانوا مرعبين. مرعبين. جالهم داود بن يس. داود. داود محبوب يهوى. يس. يهوى هو. حتى الاسم جميل. وجيه بالضعف. خمس حجرة ملس من الوادي. وعصى الراعي ومقلاع الراعي. وخبطوا حجر. ارتزى الحجر في جبهته. وقع ما متش. لأ حيموته. فراح له. خد سيفه اللي في إيده. قطع له رقبته بيه. بسيفه قطع له رقبته. وأنهى المشكلة. والمسيح اللي في إيدك سلطان الموت. حاضر حقبلك في هذه المعركة. وبالموت. زاق المسيح الموت. ومات فعلا. مات فعلا. ودفنا تأكيدا لموته. بس انتصر على الموت. وانتصر على الشيطان بسيفه بالموت. يعني فإذا هزم الموت. نعم. ولحظت أخفايز أنه كل التعبيرات اللي ذكرتم في عبرانيين اتنين. سواء ألم الموت. طعم الموت. سلطان الموت. الخوف من الموت. وساطة الموت. كله بيتعلق بمجيء المسيح في ملء الزمان. التجسد حتى يقوم بهذا العمل. توضح لنا الصورة أكتر. يعني من بداية سفر التكوين ما كانش مفاجئة أن المسيح يجي عشان يموت. يعني سفر يعني الإنجيل اللي احنا بننادي به. الإنجيل ببساطة شديدة زي ما يرز الرسول بوليس في كرونسول وراء 15 أن الرب يسوع المسيح مات حسب الكتب حسب ما هو متنبع عنه في كل كتابات العهد القديم. وأنه دفن لكي يبرهن أن موته كان حقيقيا. وأنه قام كما هو متنبع عنه في كتابات العهد القديم. فمن تكوين واحد أو من تكوين اتنين لغاية آخر سفر الرؤية الكلام أن المسيح المخلص في الطريق. العهد القديم بيقول لنا المخلص جاي عشان يموت. وفي العهد الجديد بيقول لنا المخلص جاي ومات. فالموت مش مفاجأة أو المسيح فوجئ بيه. معرفش يخلص نفسه. لا. ده هو جاء خصيصا أن أفعل مشيئتك يا إلهي سوران. الكأس التي أعطانيها الأب ألا أشربها. يعني هو جاي لكده. هو جاي لكده. جاي يتمم إرسالية وتممها بالموت. أنت عارف أنه أغلب وانت طبيب كمان أغلب الناس يعني أصعب شيء وأكتر شيء يعني بالنسبة لهم المخيف والمجهول واللي بيرتعب منه الناس هو الموت. يعني والموت هو على الجميع. كما وضع للناس أن يموتوا. فإذن الموت يعني هو على الجميع بدون أي استثناء. ولكن هذا الموت اللي كان بيرعب الناس المسيح استذوقه ولمسه وأخده ومات وبس هزم الموت من ناحية تانية. طبعا. طبعا. هزم الموت. يعني انتصر على الموت. واللي الجميل في الموضوع أن المسيح بلهوته أقام نسوته الذي مات. يعني دي روعة. يعني الآب أقام الأب والروح القدس أقام الأب. لا. كمان تبرهنة أنه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة. مش بإقامة الآخرين من الأموات. لكن بإقامة نفسه من الأموات. يعني له سلطان أن يضحى. ما حدش ليه سلطان أنه يموت نفسه. الانتحر ده عمل جريم مش من حقه أنه يضعى نفسه أو يموته. المسيح تمم كل شيء كل شيء ومازال يمتلك كل مقاومات الحياة مش هما اللي موتوه وصرخ بصوت عظيم أنت لسه فيك أنت لسه فيك هو تصرخ بعد كل أيها لسه فيه كل مقاومات الحياة لو سبوه على الصليب 30 سنة ما كانش حيموت لكن هو خلص خلص مهمته فوضع نفسه وكأنه صرف الروح كأنها قال لها روحي وبعدين وهو ميت المسيح بلهوته يقيم نفسه مين يقدر يعمل كده المسيح بلهوته يقيم نسوته الذي في القبر فيتبرها أنه ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بإقامة نفسه من الموت رح نأخذ فاصل قصير ولكن أنا مرات وأنت بتحكي كلمات أنا بمسكها بسرعة أنت ذكرت في البداية عن تعبير التجسد وهذا الفكرة الثانية اللي رح نأخذها بعد الفاصل لربما أثار الموضوع التساؤل في ذهنك وعلى فكرة نحن نحب يعني نرحب في تساؤلاتك وإذا عندك أي استفسار أو أي سؤال فيك تتواصل معنا أرقام الهاتف موجودة أمامك أو فيك تتواصل معنا على الصفحة من حب نسمع منك سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة عن التجسد والموت ومعنا ضيف الحلقة أخ عزيز دكتور فايز فؤاد أهلاً وسهلاً أخ فايز طبعاً التعبير فيه تعبير عن التجسد إذا برضو ممكن كمان تأخذنا حتى نربط الموضوع في بعضهم يعني أكتر الصح بيتكلم فصح واحد عن تجسد المسيح برضو عبرين اتنين وفيه تلات تعبيرات تصف التجسد وتلات تعبيرات مختلفة فالتعبير الأول في عدد تسع يقول الذي وضع قليلاً عن الملائكة يسوع قليلاً عن الملائكة تعني معنايين المعنى الأول أنه جاء في ردب أقل من الملائكة الملائكة غير قابلة للموت ما بتموتش لكن المسيح يعني كان بيظهر في العهد القديم اللي كان بيتمشى مع آدم في الجنة هو الرب يسوع المسيح اللي ظهر لإبراهيم عند بلطات مامرة اللي ظهر لمنوحه زوجته هو الرب يسوع المسيح لكن ليس فيه تجسداً لكن في هيئة نسميها ظهرات يعني إبيفنة في الكلب الأصلية لكن مش تجسد لكن في ملء الزمان جاء متجسداً اشترك معنا في الإنساناً في كل ما هو الإنسان بلا خطيئة جسد كامل حقيقي مادلاً في ناس بتنكر هذا الموضوع إنسان في كل ما هو الإنسان بلا خطيئة بلا خطيئة لكنه لم يكف عن أن يكون هو الله في كل ما هو الله مع أنه جاء في صورة الإنسان اجتمع فيه اللهوت والنسوت مش 50% إنسان 50% الله لا إنسان كامل والله كامل وده سر إنه شخص عجيب إذا ممكن توضح فكرة وضع قليلاً عن الملائكة لأنه كتير ناس اليوم بتعزم الملائكة إلى أبعد الحدود فإزاي يعني وضع وضع قليلاً عن الملائكة المعنى المباشر إنه إلحين يعني هو أقل من الملائكة إلحين لكن الملائكة دي خدامه دي اللي بتأتمر بأوامره هو رب الملائكة رب الصباقور المعنى التاني إنه وضع قليلاً عن الملائكة في رب أقل من الملائكة اللي عشان يموت لأنه حتى لما كان بيظهر في صورة ملائكية مش حيموت ولو فضل زي ما هو من الأزل إلى الأبد الله في كل ما هو الله مش حيموت الله ما بيموتش وهنا فكرة التجسد لأن الملائكة أرواح أرواح ما تموتش يا ما تموتش لكن إنسان يموت هو جه صورة إنسان عشان يموت هو جاء خصيص يعني هو يقى له جسد لكي يمكنه بالجسد الذي هو يقى له أن يموت هو جاي لكده فلو حد سأل ليه يتجسد المسيح هقوله عشان يموت جاي عشان يموت واحد يستعجي طب ويموت ليه آه يموت ليه هقولك يموت ليه عشان كده في الآية الثانية قد تشارك الأولاد في اللحم والدم آية 14 فإس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيه بس تشارك غير اشتركة تشاركة في اللغة الأصلية دي غد دي تشاركة يعني احنا كلنا البشر كل البشر زي بعض في ايه ان احنا موردين بالخطيئة وارسين خطيئة أصلية فينا لحم ودم وجسد وعزام وكلنا فينا خطيئة هو اشترك في حتة انه جاء إنسانا لحم ودم وعزام وكده بس في حتة نقصة انه مفوش خطيئة اشتركة تشاركة تشاركة كلنا تشاركنا هو اشترك دي غد دي الدقة الوحي اللي لك مفوش خطيئة مش وارس خطيئة الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله لم يتصرب اي شيء من الطبيعة الانسانية من القديسة المطوابة العظيمة مريم الى الرب يسوع المسيح وهو طبعا ليس للجاد دخل في ولادة المسيح طيب يعني انا ونتي بتتكلم انا رحت لصحاح اربعة اللي بتتكلم في اي خمسة عشر لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرسل ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة ده الفرق ده الفرق الوحيد بلا خطيئة حتى التعبير هنا يقول يسوع ابن الله منفعش ابن الله لا انا عايز يسوع ابن الله ليه يسوع ابن الله يسوع اسمه الانساني اللي جربه بيه كانسان يعني واحد مش واحد مننا هو مش مننا واحد زينا في فرق بين واحد مننا هو مش مننا ده جي من فوق مش من طرق واحد بس جي زينا فوق فوق الجميع بس زينا مجرب يسوع الاسم الانساني اللي ده اللي بندوقه بس لا مش بس ابن الله فبحب أقول اللي كونيه انسانا جربه في كل شيء مثلنا بلا خطيئة فمن ثم يقدر أن يرسي ويشفق ويحس بمشاعرنا الانسانية وبيتعاطف معنا ويتعاطف معنا لأنه بيحس حس بكل اللي بنحس بس كده لما يبقى العين بصيرة والإيد قصيرة زي ما بيقول لا انت ما تنساش انه ابن الله ابن الله يعمل كل حاجة يخلص من اي مشكلة فمن ثم يقدر ان يخلص الى التمام فعشان كده لما بيقول ان فإسخط شارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما يقول لنا بقى الكي التانية لكي يبيد بالموت زي كاللزيب ليه حيموت ما بقول بنقول لكم جاي يموت عشان يبيد الموت يحل مشكلة الموت الموت أجرت خطيئة هو حقي لم يكن ممكنا ان يمسك به يعني ما عندوش الموت سلطان على جسد المسيح لا ما يقدرش للقبر ولا الموت يمسك هو خلص المشكلة ايه المشكلة أجرت الخطيئة موت حاضر وكمان عقاب الخطايا حاضر يقول باعتباره انسان حامل الخطايا ان كان قد ظلمك بش اي حد يؤمن بالمسيح ان كان قد ظلمك بش او لك عليه شي احسب ذلك علي انا اقوفي هات خطاياهم حطاها علي هل تتصور حضرتك الناس فاكرة للصليب مصمرين وحربة وجلدات ولا طان ضهب عن دين ليه هتقدرنا لكن مش هي دي الالام الجسمانية اللي احنا بيها خلصنا احنا خلصنا بالام المسيح الكفارية الدينونات الالهية على انسان حامل الخطايا الخطيئة دينت في جسده وجعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة من الزبيحة خطيئة الخطيئة يعني كان المسيح الصليب كأنه خطيئة مجسدة وقرهيت الله للخطيئة الاصلية انصبت على المسيح ودينت الخطيئة وانتهت مشكلة الخطيئة الاصلية طب الخطايا الفعلية اتحطت عليه ودفع فطورتها وانتهت مشكلة الخطيئة واجرت الخطيئة نتكلم على كل الخطايا يعني نتكلم من خطيئة آدم لآخر انسان نعم الموت المسيح يعمل كفر لخطايا كل البشرية لكن البدلية للي يؤمن بالمسيح نعم لكن دقم المسيح وكفارة المسيح تغطي كل العالم يجو يتمتعوا ما بيتمتعش إلا اللي بيؤمن بالفعل فالمسيح جاء اللي كي يموت عشان جاء انسان اللي كي يموت لماذا يموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطقنا من عبودية الخوف من النار طيب ما فيه لكي تالتة يقول تالتة بقى من سما كان ينبغي عدد سبعتاشر من سما كان ينبغي أن يشبه يشبه إخواته في كل شيء ده بالتجسم ليه يعني حيموت خلاص مات وأنهى مشكلته ليه عاش تلاتة وتلاتين سنة ونص تقريبا يجرب في كل شيء ليه المسيح يجي فقير ليه ما هوش هو غني غني جد ليه يجي مسكين ليه يجي ليه يجي في بيت لحم في ميزود ليه يطربه في النصرة ونصرة كانوا الجليلين مش بيحبوها ليه ليه يبقى فقير ونساء تبعناهم من الجليل كنا يخدمناهم من أمولان ليه ليه جبل الزتون ليه نصيبه أقل من السعالب وطيور السماء ليه تتطول ألسانة وهو ساكت ليه مشاهد محكمات ومش بس تطولت الألسانة والأيدي تطولت وهو باين كأنه مش عارف يخلص نفسه وتحدوا قالوا خلص نفسك صار كرجل لقوة له صار مثل إيوناء متلف وصامت ويتكلم كله يتكلم هو ساكت سبع مرات يسجل صمت المسيح ليه كل ده ليه المعاناة دي ليه الوحشة ليه الوحدة ليه الانفراد ليه الألام الجسمانية ليه الألام النفسية ليه كل ده كل ده تعرف ليه عشان يكتسب خبرة بألام البشر عشان لما يقوم من بين الأموات ويصعد فوق جميع السماوات ويجلس في عرش أبي يصبح رئيس كهنة مكمل بالألام تبقى واحدة من مؤهلاته أنه يمارس كهنوته أنه مجرب في كل شيء مثلنا بلغ يحس بالناس يتجهوا معه عشان كده لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً في مال الله حتى يكفر عن خطايا الشعب لا مش بس كده لكن كمان فيما هو قد تألمه مجرباً يقدر أن يعيني المجربين فإذن يعني بموضوع التعبير التجسد وضع قليلاً عن الملائكة اشترك أيضاً حتى يبيد الموت طبعاً والشيء الثالث يشبه إخوته في كل شيء في كل شيء طبعاً السؤال اللي دايماً نسأله وأكيد وجه هذا السؤال إليك مراراً وتكراراً ليه؟ لماذا؟ ألا توجد طريقة أخرى؟ يعني ليه كل هالتاريخ وبرات بيستخد متعبير ليه كل هالمسرحية يعني نبوات وييج وكده كله عشان يعني طب الله على كل شيء قدير يعني ممكن كن فيكون ممكن يحل كل الإشكالات ليه؟ يعني يحل الخاطئ اللي أخطأ وهان الرب والخطئة تعدي على قوانين الله وإهانة إليك وحدك أخطأ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله الخطئة خطأ في ذات الإلهية فإحنا غلطنا في ربنا فييجي ربنا يقول طبعاً أنت خلاص عشان أنا طيب ورحيم ويلا يلا مع السلامة فهنا في مشكلتين المشكلة الأولى إيه؟ المشكلة الأولى أن الله برهن أنه رحيم وغفور لكنه ليس قدوساً وليس عادلاً بيطنش على الخطأ بيفوت طبعاً وحاشة لا وحاشة طبعاً لو عمل كده يبقى مش عادل ومش بار لكن يجب أن تتلقلق صفات الله ويتمجد الله يعني إيه يتمجد الله؟ المجد هو الفضاء المستعلانة متلقلئة يعني عايزين نعرف أن الله رحيم وغفور ومحب وعادل وقدوس وبار كله مع بعض إزاي؟ الصليب موت المسيح وإلا ما دي يبقاش ما ينفعش وهنا ما نشوف التوازن في الصفات الإلهية تمام؟ تمام؟ يعني الله بار أيوة عادل آه لدرجة أنه لما ابنه كان حملاً للخطايا لم يشفق الله على ابنه وضربه استيقظ ياسيف على الرعية وعلى رجل رفقتي لأنه حمل خطايا كسليم طيب هو برهن أنه محب لأنه قدم ابنه عشان ينخذنا فالرحمة والحق يلطقي والبر والسلام يتلسم وصفات الله تبدو متناغمة متلقلئة في صليب المسيح كمان في مشكلة تانية طيب خلاص الرب عايز يساكن الإنسان والإنسان يقرب من محضر ربنا فأنت هتجيب لي ناس خطا دانسين ناجسين خطا مقتهد مجدف مفتري أمسكة في ذات الفعل كانت عيشة مع الرجل ليس لها وزي واحد أخطأ وقتل وزنة وتقول ربنا سمحهم ونجيبهم يعودوا مع ربنا يعودوا ازاي يجب أن يتم عملية يتغير بيهم الخطاة دولة يبوا أبناء لله وده اللي حصل هنا في أصححنا بتكلم أنا مش بس هسامح لا دان هغيرهم هغير الناس دي والخطيئة طبعا هي ضد الإله الغير محدود فعقابها غير محدود طبعا فلازم يعني يكون ودايما إحنا يمكن برضو تشاركنا في الفكرة أكتر توسع فيها دائما نستخدم فكرة الفادي المسيح كابن الإنسان ليه لازم يقوم بكل هذا العمل وشو الصفات حتى يكون هذا الفادي الفادي هل ينفع زبيحة دموية هل ينفع حيوان يفدي إنسان حاجة أقل من ردبته يفدي لا هل ينفع إنسان خاطي يفدي إنسان بار أو إنسان خاطي يفدي إنسان لما الخاطي عايز اللي يفدي طب هل ينفع إنسان بار يفدي إنسان لما هو في بار طب نجيبه منين إنسان بار ليس بار ولا طب وجد إنسان بار يبقى يفدي واحد إحنا عايزين شخص إنسان عشان ينفع يبقى بديل للإنسان لكن له إمكانية أنه يعمل عملة وحدة تكفي ربنا باختصار شديد وضع قليلا عن الملائكة الملائكة لا تفدي لأنه مخلوق ليس جسد إحنا عايزين واحد زي بلغة أيوب ليس بيننا مصالح يضع يده على كلنا تمنى أيوب واحد يصالحه مع ربنا عايز إيه؟ المصالح يمسك بأدية يحس بي يخدني بأدية ويقربني لربنا طيب ما اللي يمسك بأدية ده يلزم يكون إنسان زي ويوصلني لربنا ويتكلم عني بلسان بشري ويعمل عمل يرضي ربنا اللي يرضي وصل لربنا ده لازم يكون يساوي الله هنجبه لك منين ده واحد يجتمع فيه اللهوت اللهوت والنسوت نجبه لك منين هو كده لكن في المسيح إنسان يقدر يمسك بأدية ويبقى بديل عني لأنه إنسان زي ويقدر يموت بديلي يقدر يسدد الفطورة بتاعتي لكن لكونها الله عمله له يعني كفاية عمله ونتائج عمله تكفي ربنا وأكيد هو الوحيد الذي يرضي الرب ويوفي المطالب الإلهية لكن كإنسان لازم يكون كامل كامل بلعي وإلا محتاج هو فادي طبعا لو هو فيه عيب ما هو يبقى هو نفسه محتاج فادي طيب نأخذ كمان فاصل برضو لو عندك أي سؤال أو أي استفسار منحب نسمع منك الحديث طبعا عن التجسد والموت ومعظم حديثنا على فكرة مأخوذة من الرسالة إلى العبرانيين إصحاح الثنين بصراحة إصحاح غني جدا غني جدا يعني بشجع كل شخص يقرأ هذا الإصحاح وتكتشف يعني عمل المسيح وما فعله من أجلك طبعا من أجله من خلال التجسد سأرجع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 ومثل ما ذكرت أنه معظم حديثنا هو من إصحاح اثنين في الرسالة إلى العبرانيين وذكرت أنه غني جداً ومعنا الدكتور فايز فؤاد طبعاً إحنا حكينا عن خمس كلمات للموت يعني مسكور خمس مرات يعني بحاول أسترجع بيتكلم عن ألم الموت يعني كله المسيح فعله طعم الموت، سلطان الموت، الخوف من الموت، وساطة الموت يبيد بالموت يعني كله كان عمل المسيح من خلال التجسد وبعدين اتكلمت عن تجسد المسيح في تعبير تلات تعبير اللي هو وضع قليلاً عن الملائكة اشترك أيضاً كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت وبنفس الإصحاح يعني آية 17 مكتوب من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيماً ورئيس كهنة أميناً فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب كان لازم يشبه إخوته متل ما ذكرت في كل شيء ولكن الإصحاح كمان لما بيتكلم عن التجسد في كل شيء عمله يسوع في بركة إذا ممكن تشاركنا في البركات خلينا نسمي بركات التجسد أو النتائج اللي حصلها الرب يسوع المسيح بتجسده وموته أو البركات اللي أعطيت لنا نتيجة موت وقيامة المسيح فبيقول في عدد عشرة لأنه لاقب ذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو قاتن بأبناء كسين يعني تعبير حلو قوي لاقب ذاك الذي من أجله الكل وبه الكل مين هو الذي به الكل وله الكل الله يلقى ما كانش يلق به أقل من كده ما كانش يتطفق مع صفاته أقل من كده صفاته باعتباره القدوس العادل المحب الرحيم ما كانش ينفع أقل من كده أنه يقدم ابنه ليه لأنه لا ورأي يلا مع السلام أنت غلطي يلا أنا حسام حك ما ينفعش ما يلقش به يعني أنا اللي فهمه أنه المسيح مش بس تجسد عشان يكفر عن الخطيئة ولكن إلها أبعاد أكبر طبعا من اللي إحنا منفكره في ذهننا الهدف الأول تمجيد الله في ذات المشهد اللي أهين فيه ده النمرة واحد النمرة اتنين أنه يخلص الإنسان دمرة ثلاثة يأتي بأبناء انكسين إلى المجد البيت الكبير لا إحنا عندنا في الشرق في البلاد الشرقية لما تكون حضرتك واحد غني وعنده بيت كبير وعنده ابن واحد تلاقي تمالي إيه نفسه يجوز ابنه بسرعة ليه؟ عشان البيت الكبير ده عايز يملاب أبناء كده مش كده؟ نعم فيه واحد كبير قوي وعنده بيت كبير قوي وعنده ابن حلو قوي وعجبه الصنف ده فعايز من ده فعايزه يجيب له وده اللي حصل وبعدين كمان مش بس يمجد الله يصنع بنفسه خلاصا للإنسان مش بس يملاب البيت بأبناء إيس كيسين لها المجد لكن يستحضر لنفسه عروصة لأنه ليس جيدا أن يكون قدم وحده أصنع له بارتنر كاونتر بارت شريك يعني الزوجة تكون مستودة على عواطفه وأسراره وشريكة له في أمجهده كل دي أغراض التجس إنما فيما يخص لينا إحنا اللي يخصنا الجانب ده ما كانش يليء ده الله الأب أقل من كده إنه يكمل رئيس خلاصنا بالإلام وراح زينا تعبيرين في الأصحة ده رئيس الخلاص رئيس الكهنة ودولة المشروع محتاج الاتنين دول رئيس خلاص يخلص من الماضي والناس الوحشين الناجسين الدانسين دي يخلصهم من مشاكل رئيس كهنة يضمن المخلصين يوصلوا لغاية السماء طبعا مش يعني أنا بتكلم بالنسبة لمشاهدين مش الكل بيعرف هذه الاستلاحات إذا ممكن توضحها أكتر أخفايز يعني إيه رئيس الخلاص وإيه رئيس الكهنة لأنه الناس بتشوف مثلا كاهن لابس لبس كاهنة دالة بتدور في ذهنها ولكن إيه الفكرة 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 هو شرحها في الجزء الأخير رئيس الكهنة اللي هو رئيس كهنة أمينا في مال الله كفر خطايا الشعب وهو تألمه مجربا وظهر أمام يمارس كهنوته في محضر الله قيامته من بين الأموات برهنت أنه ده رئيس الكهنة الحقيقي زي معصى هارون التي أفرخت برهنت أن هارون هو الكاهن المعين من الله القيامة من بين الأموات تبرهن أن المسيح هو رئيس الكهنة الحقيقي الذي يمارس كهنوته في محضر الله لأنه العهد القديم بيتكلم عن الكهنة اللي بيقومه طبعا في الذبائح وفي رئيس كهنة المهمة التابعة اللي هو يوم الكفارة اللي بسموه يوم كيبور أو يوم الغفران وبيفوت مرة واحدة في السنة لقدس الأقداس غطاء الرحمة وطبعا برش الدم وهكذا يوم مرة واحدة في السنة ولكن احنا نتكلم على عمل أكبر ده كل اللي في الرموز والنبوات بتاع القديم دي نعم اتحقق في المسيح في المسيح فصار المسيح المقام من بين الأموات هو رئيس الكهنة اللي يضمن الناس المخلصين يضمن لهم أنه حيوصلوا أنتم الذين بقوة الله محرصون نعم كهنوت المسيح وشفاعة المسيح حتضمن لنا أن احنا حنوصل مش احنا شطرين وكويسين وبنصلي كل ده حلو بس المسيح ظاهر والشفيع والكاهن العظيم هو اللي ضامن حيوصلنا يخلصنا من كل المشيح فعشان كده من عدد عشرة يمكن رئيس الخلاص تظهر من عدد عشرة بيقول سبع بركات البركة الأولى يقول لأنه لقى بذلك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو قاتن بأبناء الكثيرين أول بركة أبناء كل من أمان بالمسيح مخلصا وفاديا وولد من الله صار ابن لله ده مش تشبيه مش تشبيه مش صار كابن لله لا صار ابن لله الآن الآن نحن أولاد الله كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله انظروا اتعجبوا بقى واخبطوا أخماس في أسدس ودمخهم يهدي ويجيب الآن نحن أولاد الله أيضا أعطاني الأب حتى ندعى أولاد الله الآن نحن كل من أمان بالمسيح مخلصا وفاديا صار ابن لله نتيجة أنه ولد من الله وسكن الروح القدس نتيجة الإيمان الطبيعة الإلهية خلاص بقينا أولاد الله نحمل طبيعة لما حضرتك ابنك حتى مشيته تشبه مشيتك حتى حركات إيدي شبهك أعرفوا أن ابنك واحد من الكلمات التعبير عن الإبن هو المماثل لأبي أو المشابه لأبي تمام فدي أول باركة نعم نمرى واحد أبناء الله مش عبيد لو جابنا عبيد ما الإبن اللي راجع من الكرة البعيدة كان يتمنى أن أبوه يقبله عبد عنه قال له حبيبي العبيد كطار أنا عايز ابني أنا عايز أولاد والأب مش طالب عبيد ما الملكة عنده عبيد البركة الثانية مخلصين كل الذين أمانوا بالمسيح مخلصا وفديا صاروا أولادا لله وصاروا مخلصين رئيس خلاصهم يعني هو اللي تمم عمل الخلاص البيونير اللي تمم عمل الخلاص وإحنا المخلصين هو رئيس الخلاص وإحنا مخلصين مش كبرياء من حضرتك تقول أنا مخلص كبرياء ولا مش كبرياء لا مش كبرياء لو أنا اللي قلت هو اللي قيل كل ما علينا أعيش بروح الامتنان والعرفان والجميل أضلنا أشكر ربنا كل الأبدية على العمل العظيم هو قال لنا خلصتك قاله لأ قال لي كل اللي يؤمن بي يبقى مخلص قاله لأ يعني من لا يصدق الله يجعله كذبة قاله لنا خلصتك قاله لأ ده إحنا الباكج هي الخلاص خلاص في الماضي والحاضر المسابر بقى لها كلها على بعضية خلص من عقوبة الخطية بموته يخلص من سطوة الخطية والنتائج الخطية وتأثرتها في الحاضر يخلص من جسد الخطية وإن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت إبنيه في الماضي يبقى بالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته في المجد من كل مشاكل لا لست أذكره تجربة تنتاج نحن مخلصين كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين يبقى أبناء مخلصين مقدسين لأن المقدس هو المقدس الذي قدسنا ونحن المقدسين فكل من أمان بالمسيح ربا وإلها ومخلصا وفاديا وصار ابنا لله وصار يمتلك الخلاص صار مقاما في المسيح قديس مش لما إن شاء الله لعله وعسى ربما لما نروح السامن نبقى قدسين لا مقاما وشارعا احنا الآن قدسين في المسيح نعم زي بالضبط اللي ولد في العائلة المالكة الإنجليزية مثلا أمير لسه في اللفة ده حقيقي يعني بغض النظر شو كنا احنا مقدسين ده مقام كورنس الأولى في بدايتها يكتب الرسول بولس إلى المقدسين مع أنهم مكدش حالتهم يعني زي الكويس ده المقام حاجة والحالة الفعالية حاجة يعني الأمير في العائلة المالكة ولكن في استمرارية لحالة القداس طبعا كما بيتكلم الرسول بوتروس طبعا كونوا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين لأن أنا قدوس يعني لازم نوصل للقداسة المقام حاجة والحالة الفعالية الروح القدس وكلمة الله وعشرة المؤمنين عشان ترفع منسوب القداسة العملية يتناسب مع المقام شرع زي أمير في العائلة المالكة الإنجليزية بتصور المالكة تقول له عيب ما يصحش ده أنت من علا مالكة تتصرف زي تصرفات الملوك وده اللي بيعمله معنا عشان مستوانة في القداسة العملية يرتفع عشان نشرف في الرب يصعى المسيح لكن مقاما صارنا قدسين يبقى أولاد ومخلصين ومقدسين ومقدسين أو قدسين نمر أربعة لهذا السبب لا يستحق أن يدعوهم إخوة المسيح في إنسانيته التي هيئت له من قبل الله أبيه كإنسان ما بيكسفش أنه يدعونا إخوة طب ده فيه ناس مؤمنين بوسطة أوي كي يكون ذكرا بين إخوة كثيرين ما يكسفش من أضعف مؤمن أبسط مؤمن قالوا له من هو إذا أمك وأخواتك يطلبونك قال لهم من هو أمي وأخوتي الذي يفعل ما شيئتها به هو أمي وأخي وأختي وفي تقينونة الأحياء متى خمسة وعشرين يقول بما أنكم فعلتم هذا بواحد من أصغر إخواتي إخواتي الأصغر يعني واحد من أصغر إخواتي لا تكسب نحن نكسب يعني أنا عن نفسي فيها حاجات تكسب أنا بكسب من نفسي أحيانا ويمكن أهلي وكده عملت حاجات هو لأن على اعتبار ما فعله من أجلي وعلى اعتبار ما سيفعله من أجلي وهو بيشتغل فيها اتفرج عليها لما يخلص شغله فيها فيبقى أبناء ومخلصين ومقدسين أو قدسين وكمان إخوة للرب في إنسانيته كإنسان نمرأة خمسة يقول في وسط الكنيسة أسباحك يعني المسيح باعتباره إمام المغنيين مضمور 22 قال أني أخبر باسمك إخواتي هذا القيامة أنا حاجة وسط الجماعة المجتمعة وأخبر باسمك إخواتي وفي وسط الكنيسة أقود الترنيمات باعتباري فيبقى طابع حياة المؤمنين التهليل والفرح والتسبيح وبعدين ستة طابع الحياة كمان الاتكال على الله فهو بيتكلم بلسان إخواته وبيقول وأيضا أنا أكون متوكلا عليه حياة المسيح كإنسان هنا على الأرض سبهن عشان نعيشها وعطانا إمكانيات نعيشها مضمور 16 احفظني الله لأني عليك توكل إنسان في تمام الاتكال وإحنا كمان يجب أن نكون متكين آخر بركة الوجود مع المسيح في بيت الآب في المجد لما المسيح يأتي ويغير شكل جسد توضعنا لكي يكون على صورة جسد مجده خلصنا من جسد الخطيئة نكون مثله نستطيع أن نرى كما هو ياخدنا اللقاء على السحاب يدخلنا بيت الآب كأنه بيقدم عهدته للآب يقول له جبتهم لكهم مش أنت دولة اللي كنت عايزهم قديني جبتهم حد ناقص؟ لا مش حيكون حد ناقص جميع المختارين جميع المختارين مجدا للرب يعني إصحاح فعلا غني في معنا يعني هيك دقائق أخفايز إذا ممكن يعني نتكلم عن الغرض كله يعني ليه يعني شفنا الموت والتجسد والغرض والبركات لوين عاوزين نصل يعني في الموضوع ولا سيما عاوزين موجه كمان رسالة للمشاهد لو أقول من هذا الأصحاح أقول أجرة الخطيئة موت أجرة الخطيئة مش أعمال صالحة أجرة الخطيئة مش دين مش ديانة أجرة الخطيئة موت فيا إما حضرتك تشيل خطيئة وتروح بيها قدام الله وتدفع حسابها يا إما فيه شخص عنده استعداد يشيل خطيئة وانت تقول له خدها يقول لك أنا شيلها لك قال في يوم من الأيام تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيل تعالوا يا خطاء مش المتعبين أيها المتعبين من سفل الخطيئة المتعبين والمتعبين كمان آه طبعا تعالوا حطوا خطيئكم أقول لك ما تحطهاش بس تعالوا إيا والأب والله تولى بنفسه يحط خطيئة مرة قلت طب لو ربنا قال لي حط خطيئك على المسيح كنت هحط إيه ولا إيه ده فيه حاجات عاملها أنا معرفش إنها خطايا أفتكرها حلوة بطلقت مش حلوة كنت هحط إيه ولا طب السهوات أحطها إزاي قال لي أنت عايزني آه الله حيحط علي اسمك اسمك طب عايزي تعالى المسيح يا إما هتروح بخطيئك تقابل الله الديان وتقابل المسيح ما هو يا إما تقابله باعتباره حمل الله اللي مات على الصليب لأجلك وإذا انتهى زمان النعمة هتقابله برضو بس باعتباره مش المخلص لكي تنال منه الخلاص هتقابله باعتباره الأسد لكي تنال منه القصاص لو حبينا نلخص الإصحاح يعني تكلمنا عن عميق جدا على فكرة الإصحاح يعني وزات على موضوع الموت يعني شو كلفت يعني كلفت ثمن باهز غالي ثمين يعني العمل اللي قام فيه المسيح والشيء اللفت انتباهي مش بس انه يغفر ويكفر عن خطيانا ولكن فيه عملية بين الآب والابن كمان يعني الأمر لمجد لمجد إذا ممكن تلخص النياة ولو بدقيقتين يعني الخطيئة اهنة لله طبعا الله يتهان فجيه شخص قال له أنا حرد المجد الذي سليبه وطلع من نتائج تفوق مش مجرد حل مشكلة الخطيئة نتائج متعلقة أولا متعلقة بالسمع متعلقة ببيت الآب اللي حيمتلق بأبناء كسرين إلى المجد البيت الكبير في بيت آب منازل كسيرة المسيح لما يموت حجيب أبناء كسرين حبة الحنطة لما تقع تجيب صمر من نفس النوع فالبيت الآبدي حيتملي بأبناء السماء حتتطهر بدمه الأرض اللي تنجست ولا تنبت إلا شاوك أنا حسن فأزمنا ترد كل شيء حتعاد إليها بهجتها وفرحتها طب والشعب القديم حيتمم له الوعود على حساب دم المسيح فالنتائج الموت المسيح متعلقة بالأبدية وبالزمان بالشعب القديم وبالكنيسة والخطاء اللي بيمدي لهم إيده المسيح بيمدي المسيح بيرجو الناس مش مستني الناس تجيلهم ده هو بيجيلهم الحكمة في أمثال واحد ما بتنتظرش الناس تجيلها ده هي اللي بتروح للناس عايز إيه الناس عايزة إيه ده المسيح بيقرد نفسه اليوم الأحداث اللي منشوفها أخ فايز يعني الموت في كل مكان والحروب في كل مكان والحالة النفسية لكتير أو العديد من الناس هي حالة خوف وحالة رعب ونقرأ في عبرانيين 2 14 أو 15 لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت إزاي نقدر نقود الناس أنه يتحرروا من هذا الخوف ويكون إيمانهم في المسيح ولو بدقيقة تعالي يعني ما قدرش أقول قبول الدعوة تعالوا إلي يا جميع المتعبين أفتكر يوسف إخواته لما كانوا في مجاعة حيموتوا من الجهور فقال عبارة جميلة أو بحباء قوي جزء من آية وجزء من آية في تكوين 45 قال لهم تعالوا إلي لألا تفتقروا تعالوا لي لألا تفتقروا ليه لأنه لا يستبقى حياة أرسلني الله أنا جي هنا عشان هكفر لكم أسامكم قال لهم لا تتأسفوا أنا هكفر لكم أسامكم وحديكم حياة وكمان حرعاكم وتكونوا قريبين مني وأقولكم أنتم وأولادكم وعايزيني تاني عايزيني تاني المسيح هيتولى الماضي ويغفره وحيتولى المستقبل بنعمته والحاضر بمحبة عايزيني تاني آمين دكتور فايز يعني شكرا جزيلا ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويبارك حياتك حباء المشاهدين طبعا احنا شفنا من هذا الإصحاح وكل الغرض هو لأجلك ولأجلي يعني الرب عمل كل العمل كيف بدك ترضي ربنا بأعمال صالحة أصلا عيب يعني لما الكتاب مثل ما سمعنا أجرة الخطية هي موت كم من الأعمال رح نحاول نرضي فيها ربنا ما هي مش مسألة إرضاء بالأعمال ولا حتى بالدين ولا حتى بالذبائح يعني المسيح هو قام بكل العمل ولكن ستواجه المسيح إما كمخلص وإلك حياة أبدية وحبيت القصص اللي ذكرها الأخ فايز كطبيب أنه شاف الوجوه المبتسمة تستقبل أو المسيح يستقبلها ومن ناحية أخرى شاف الوجوه المرتعبة اللي خايف من الموت وخايف من الجحيم أنا بدعوك ليسوع المسيح وعد بغفران الخطايا وعد أيضا قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا وعد بالحياء الأبدية وضمانها الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة تعال إلى المسيح وإلا ستواجهه كديان بصلي إنك تقبل المسيح كمخلص ربنا يباركك تعال إلى المسيح 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 وصلب يسوع بين الصين وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين اشتركوا في القناة